من رمالة ينضم إلينا فايز عباس الخبير في الشأن الإسرائيلي سيد فايز إلى أي مدى يمكن أن يتم تشكيل حكومة بين نتنياهو وجانس؟ هذه الإمكانية واردة لكن تركيبة اليمين الإسرائيلي وتركيبة المركز واليسار لا يمكن أن يتم تشكيل حكومة من الطرفين نتنياهو جاء إلى لقاء جانس والرئيس الإسرائيلي ومعه 55 عضوا من الكنيسة من الأحزاب الدينية واليمينية الفاشية هذه الأحزاب مرفوضة عمليا على فيكدور ليبرمن رئيس حزب إسرائيل بيتنا وأيضا على جزء كبير من حزب أزرق أبيض حزب أزرق أبيض على أنه يريد حكومة علمانية وهذا يعني أنه لا يريد الأحزاب اليمينية الدينية ونتنياهو لا يمكنه التخلي عن هذه الأحزاب لأنه أرغمهم أرغم قادة هذه الأحزاب على التوقيع على التزام بعدم إجراء مفاوضات مع الأحزاب الأخرى لوحدهم ونتنياهو هو المخول الوحيد بالتفاوض باسمهم أيضا وهذا ما أعلنوه في هذه الحالة هل سيقبل ليبرمن الجلوس مع الحاردين مع المتدينين أعتقد حتى قبل قليل هو أعلن أنه لن يدخل في مثل هذا الاتلاف وحزب أزرق أبيض أعلنه وبشكل واضح أنه يريد تشكيل حكومة علمانية ليبرالية هذا يعني أنه لا يريد الأحزاب الدينية أن تشارك معه ونتنياهو لا يمكنه التخلي عن هذه الأحزاب هنا أعتقد أن المشكلة هي ليست بهذه السهولة والاجتماع بين غانتس ونتنياهو مع الرئيس الإسرائيلي وهو تركهم لوحدهم يعني يتناقشاني أنا أعتقد وتم الاتفاق على أن يلتقي طواقم المفاوضات غدا وأن يلتقيه أيضا مع الرئيس الإسرائيلي يوم الأربعاء القادم أي كي طبعا على ماذا تدور هذه المناقشات هل على تقسيم الحقائب الوزارية مثلا؟ لا هي تكون على شكل هذه الحكومة هل ستكون حكومة ليبرالية أم حكومة تشارك فيها الأحزاب الدينية وطبعا هي تريد من خلال المشاركة طبعا إدخال الشريعة اليهودية في حياة المواطن في إسرائيل